الموت البطيء هذا ليس مصطلحا مجازيا لكنه واقع ملموس يعيشه أهل غزة يوميا تحت القصف الإسرائيلي المستمر منذ 19 يوما من دون توقف أو هوادة فبعد أن دمر القصف الوحشي البنية التحتية لقطاع غزة انهار تماما الوضع الصحي في غزة قصف المستشفيات كثرة عدد القتلى والمصابين ما تسبب في عدم وجود أسرة لاستقبال أحد انعدام الإمكانات والمساعدة الطبية نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء كل هذه الأسباب كانت كفيلة بالقضاء على القطاع الصحي تماما كما يتم القضاء على الأخضر واليابس في القطاع على مرأة ومسمع العالم أجمع الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت أن الأوضاع في غزة أكثر من كارثية والمعاناة لا يمكن نصفها إذ خرج أكثر من 12 مستشفى عن الخدمة وأكدت أيضا أنه لا يوجد ماء ولا غذاء مشيرة إلى أنه تم استلام 62 شاحنة فقط قديمة من معبر رفح وهو عدد قليل جدا بمثابة نقطة في بحر الاحتياجات من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشة من آخر تدعيات القصف نبدأ محمد أخر للسادفات كانت في محافظة الوسطى لعدد من المنازل منها منزل لعائلة الزميل وائل الدحدوح الذي قبل قليل أعلن عن مقتل زوجته واثنين من أبنائه وعدد من أشقائه وعوائلهم هم كانوا نازحين من منطقة حي الزيتون إلى منطقة النصيرات وسط قطع غزة وهناك استهدفت غارة إسرائيلية عدد من المنازل من ضمنها هذا المنزل بالإضافة لوجود أعداد آخرين من الضحايا يجري إحصائهم لنفيدكم بالأعداد النهائية في هذا الاسداف سبق ذلك تنفيذ الجيش الإسرائيلي اليوم للحزام الناري ونفذه في منطقتين منطقة شارع الجلاء في وسط أو إلى الشمال من وسط مدينة غزة منطقة حيوية شارع رئيسي هنا في مدينة غزة يربط مدينة غزة بجباليا ومخيم جباليا أتى هذا الحزام الناري على قرابة نصف كيلو بشكل كبير جدا عمارة استمعنا إلى غارة قصف مدفعيه وطول اليوم هذا الصوت نعم هذا صوت القصف المدفعي هذا الصوت لربما وأنا أتحدث إليك ستستمع إليه أكثر من مرة باتت الأصوات لربما يستهدف ماذا تحديدا؟ باتت الأصوات معروفة لدينا لأنه نعرف أكثر القصف الجوي الآن المدفعي يستهدف ماذا ومن؟ القصف المدفعي على طول قطاع غزة من شماله حتى جنوبها تحدث من بيت حنون حتى رفح لا توجد أي منطقة إلا واستهدفها القصف المدفعي ثانية أو المنطقة الثانية التي تستمع إليها الآن هي منطقة بيت لاهية بالقرب من منطقة الصلاطين هذه المنطقة هي لربما حساسة لدى الجيش الإسرائيلي لأن أغلب المقاتلين الذين تسللوا من جهة البحر يتمكنوا من الذهاب من تلك المنطقة وبالتالي طوال الليل طوال 19 يوما يتم القصف بشكل عشوائي رمال منازل بيوت كانت هناك بعض الاستراحات على البحر لأننا نعرف أننا لازلنا في شهر الصيف هناك العديد من المباني التي تكون مثلا لمواطنين يشترون أراضي ويبنون عليها ثم يتركونها ويذهبون إلى منتصف المدينة يعني بحكم المعيشة وبحكم المواصلات جميعها قصفت وبالتالي هذه المناطق هي عمليا لا نستطيع الوصول إليها ولا يستطيع أي أحد الوصول حتى لو أردنا الوصول إليها فجميع الشوارع والطرق المؤدية لتلك المنطقة أقصد هنا بيت لاهية منطقة السلاطين لتوام السودانية كل هذه الأسماء التي تستمعون إليها هي معرضة على الدوام من القصف المدفعي ثانية من بيت حنون حتى رفح يعتقد الجيش الإسرائيلي دائما أن هناك أنفاق هجومية لدى الفصائل الفلسطينية هناك كان نقاط رصد طبعا أتى عليها الجيش الإسرائيلي كاملا منذ بداية هذه الحرب وبالتالي يعتقد الجيش الإسرائيلي أن هذه المنطقة المفتوحة منطقة عملية خاصة أنها مناطق زراعية لأنها حدودية لا تكون بها سكان تقترب القذائف شيئا فشيئا من منطقة البريج فالشجاعية هي أكثر المناطق التي تتعرض أو منازلها تتعرض لهذا القصف ولكن هذه الآن ستستمع لغارة جديدة نعم نعم نستمع طبعا هذه المنطقة المستهدفة أنا أبعد عنها قرابة 2 كيلو متر أو 3 كيلو متر أقصد ضخامة الانفجار والأصوات التي تسمع تكون تسمع بشكل واضح وبشكل كبير عندما يحدث هذا القصف يعني يباغت يباغت السكان أنه فجأة بيكونوا جالسين في بيوتهم أنا أعرف أنه اللي يشعروا بأنه هذه المناطق مستهدفة ربما غادروا بس أنت أحيانا لا تأمن مدى المدفعية أو المدى الذي يمكن أن تصل إليه القذائف يباغت السكان وهم آمنون في بيوتهم بالطبع هذا ما يجري عمليا لربما أنا مثلا أكون واقف معك الآن يحدث السهدف في المحيط تلقائيا تجدني وهذه هي طبيعة البشر يعني من لا يخاف ليس إنسان أنا هكذا أعرف وبالتالي أي أصوات أي كذا بالفعل نشعر بها لربما تكون هناك بعض الحركات اللا إرادية الآن المواطنون هنا في غزة لربما يحاولون الاحتماء دائما في منتصف المنزل يعني باتت لديهم بعض الخبرات أو بعض الاحتماء لنقل نظير المشاهدات التي شاهدوها والإسهدفات الكثيرة وخاصة أن أهل غزة يعني هذه حرب مدمرة هذه حرب يعني بالفعل تحمل بكل ما تحمل الكلمة من معنى معنى إبادة ولكن التوترات الأمنية السابقة أو التصعيدات التي كانت لأيام محدودة كانت هناك بعض الخبرة للمواطنين حتى هنا الصغار لربما تتعجب إن سمعوا الصوت يقولون لك هذه مدفعية وهذه غارة طائرة وهذه كذا وهذه كذا هذه من التجارب العملية لربما هي أكبر تجربة أو أكبر معلم للإنسان هي الحياة العملية بخصوص الإصابات يعني أنت أحد تفضل تفضل لأنه أعرف وقتك تفضل بالضبط لأنه أريد أن أعرف عن الإصابات مثلا عندما تكون هناك إصابات خطيرة وهناك الآن عجز في المشافي هذا يعني أنه يعني عدد من يعني تنتهي حياته يسقط جراء هذا القصف الآن العدد مرشح نظرا لقلة الإمكانات لتداوي هؤلاء المصابين خاصة لجروحهم خطيرة بالفعل بالفعل وهذا هذا ما تحدثت به اليوم الأنر وقالت أن الآن في المستشفيات أو خلال ساعات معدودة سيكون قد حكم بالإعدام على جميع الجرحة خاصة الذين تعتبر إصاباتهم فوق المتوسطة أو البليغة أو الخطيرة هكذا يتصنف طبيا وبالتالي بالفعل يعني عدم وجود يعني مستلزمات طبية لإجراء عمليات هذا يفقد حياته عندما يكون جرح غائر عندما تكون نتحدث عن شظايا سأحاول إن شاء الله في المرة القادمة أن أجمع بعض من الشظايا المتناثرة في الشارع لأريكم إياها كيف تكون حجم هذه الشظايا المنبثقة من الصواريخ شيء لا يمكن أن يصدقه عقل يعني إن ارتدت هذه الشظايا في حائط تكسره فما بالك بإنسان وبالتالي هناك شيء أيضا من تدعيات هذه الحرب من ما ينتج من هناك الكثيرين بترت أقدامهم هناك الكثير من الإعاقات عدا أن كل غزة الآن باتت بحاجة لا أقول ما صحة نفسية ولكن بحاجة لإعادة تأهيل نفسي وهذا لربما لن يخجل منه كثيرون بعد هذه الحرب المدمرة إن نجوا منها وإن كتب الله لهم النجاة وإن شاء الله يعني الله يحمل جميع وأنتم أيضا يعني العاملين في هذا المشهد الإعلامي لنقل الصورة من غزة مراسل المشهد محمد بعلوشة شكرا لك